بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله بحول الله وقوته اليوم إن شاء الله غادي نعطيكم واحدة صيغة كريمة إن شاء الله فيما مشيته غادي تقدو لكم الحوائج إما تقدي حاجتك في أوراق وإما تكون غادي للعمل تكون إن شاء الله عندك واحد طاقة إيجابية ديما ناشط ديما ربي يسخر لك الأمور إما البنت اللي تتقرأ ديما ربي يزكي لها الدكاء ويزكي لها القرية في العقل ديالها وتكون ديما مستبشرة خير في الامتحانات وفي أمورها أما الناس اللي تخافوا في المنام توم يديروا هذا الصغر اللي غادي نعطيكم إن شاء الله أما الناس اللي تتمنوا يتزوجوا توم يديروها الناس اللي تترجوا العمل العمل إن شاء الله بحول الله وقوته هذا الصغر صغر ربانية غادي تنفعكم إن شاء الله في كل الأمور ديروها وإنتم عندكم يقين في الله وعندكم يقين في الخالق وربي سبحانه وتعالى غايعطيكم مبتغاكم في كل الأمور في كل الأمور إذن غادي ناخد قطعة مسك قلم أسود أو أزرق أو أحمر انتموا في الاختيار ولكن أي قلم بغيتوا تكتبوا به هاد هاد صغر من القرآن الكريم قطعة مسك إن شاء الله غادي ناخدوا على بركة الله استيلوا أسود وإما استيلوا قلم أسود وإما قلم أزرق وإما قلم أحمر أو أخضر غادي ناخدوا البسملة الشريفة هاد البسملة أتكتبوها بهالطريقة غادي تكتبوها على حسب النية والطلب ديالكم بغيتي مال بغيتي عمل بغيتي زواج بغيتي أي حاجة غدرها بالنية والداوم عليها مدة شهر كل ليلة ما تمشي تنام أتقرها بالعدد الورقة عدنا إن شاء الله عدنا أستشر مرة تكتب بعد ما حكيت بالمسك الورقة وكتبت بالقلم وأنا نكون على وضوء وعلى طهرة قبل ما نقرأها أو نكتبها خسني نكون على وضوء نكون نصلي ركعتين من بغي نكتبها إمتى سنكتبها إما مع طلوع الشمش يوم الجمعة إن شاء الله قروها دوم عليها مدة عدد شهر أو 21 يوم بنية تسخير الأمور بنية بنية أي أمنية بغيتي بخصوصا إلى قريتها على ماء وشربتها بخصوصا لكتنية عندك أنك تقرأها على ماء وتشربها للشفاء أو للدكاء أو لشرح الخاطر أو أنك بغيتي أمنية في الخاطر ديالك نذكرها بيني وبين نفسي ونقول يا ربي بحق هذه الأسماء وبحق نورانيسها أن تحقق لرجائي في هذا الأمر كذا وكذا تقرأها بنية العطف من الله سبحانه وتعالى يعطف عليك ويعطيك مبتغاك إذن الله هو القوي هو الرحيم هو الجواد هو الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يدروا زيف اخضر ويحطوها في المخدة. الناس اللي بغين يمشوا للعمل يكتبوها ويوضعوها بنية القبول في العمل. الناس اللي بغين آآ يكونوا آآ نور على نور بهذا الاسم. غدي حطوها بنية اي حاجة. يقدروا يوضعوه بالزبط آآ بالزبط الامنيات باذن الله. اذا لا حول ولا قوة الا بالله. الحول دي الله والقوة دي الله. آآ ان شاء الله ديروا هذه البسملة الشريفة. اعتمدوا على قراءتها في الماء. شربوها. نقولوها من تبغيو تمشي وتنامو. قتبوها في ورقة اوزوها معكم. اذا الدعاء اللي بنات لباو الدعاء. آآ تنتمنى الله سبحانه وتعالى. هذه ليلة الجمعة تنتمنى لكل انسان طلب الدعاء في هاد الوقت وفي هاد الساعة. تنطلب الله سبحانه وتعالى يكون لي عاون ومعين. اما الاخت اللي قلت لك بغيت انكم تدعو معيها ان شخص معين بغاتو انه يجي يخطبها. يا ربي يسخر لها ما في السماوات ومن في الارض. يا ربي يكون لها زوج آآ يكون لها زوج وتمناه كيما بغات يا ربي. اما الناس اللي بغوا الدعاء يا ربي يسخر لهم كل الامور ديالهم. والناس اللي بغوا يتشافه يا ربي شفيهم من مرضهم وشفيهم واعطيهم صحة ان شاء الله. الله قوي الله متين اعتمدوا على ذكر الله. على بذكر الله تطمئن القلوب. الله هو اللي قادر يعطيك المبتغة ديالك. لان الله هو القوي هو المتين. اذا احبابي اه دوموا على هات الصغة اللي اعطيتكم. حاولوا تديروا لها من يوم. تديروها فيها مسك وتزوها معكم. تديروها بحل حجاب وتدخلوها داخل المحفظة ديالكم. بنية تطهير اه اه الامنية ديالكم. اه ما نبوحش بأسراري. ما نقولش اشنو باغي ندير اه نقدر اه انني نديرها وانا بنوب نفسي. ما نبوحش بها. ولكن لكان خويا عنده تأسير. لكان خويا عنده تأسير ندير ليه تهوة. عندي اختي مقبلة على اه الدراسة نديرها لها. عندي امي تخاف او عندها مرض نفساني او عندها تخاف نقرأها لها على ماء ونشرب انويها. نعطيها اه وسط المخدة. اه كينين اه اطفال صغار ردع تهوما جيدة لهم. اه ندير الصغار اللي يتبكي في البيوت وتتحسي بهم انه مخنوق او تيشوف خيالات او تيشوف اي حاجة. تهوما اه يحتاجوا لهد اه الحجاب او اه حجاب باسم الله باسم الله الشريفة. اه طاقة النورانية لها قوية. طاقة النورانية عظيمة. اذا اه اقاوا تقروها على ماء وتشربوها على حسب الامنيات اللي بغيتو. اذا احبابي ما بقى لي غير نقول لكم الى عجبتكم الصغار. حاولوا انكم تدعموا القناة تتبعوا الجرس. انكم تأبنوا بحول الله وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.